كنت دعيت لمؤتمر في ألمانيا مؤتمر في ألمانيا كلام ده من مدة طويلة جدا أكتر من 15 سنة المؤتمر بيدور حول يعني كان قاعات كانوا 6 قاعات كل قاع واخد حاجة في الحالات الحارجة فأنا حضرت القاعات اللي تهمني جلطات القلب وجلطات المخ جلطات القلب دي اللي تهمني فكان هناك رجل ألماني أستاذ في كل الطب في ألمانيا معرفش ديانته إيه بس لا علاقة له بالإسلام خالص وبيتكلم عن إحصائيا إحصائيا لقوا إن جلطة المخ أو القلب إحصائيا معظمها ما بقولش كلها بتحصل 8 صبح اللي بيجي لهم شلل نصفي يقوم الصبح الساعة 8 يلاقي حاندوش أو جلطة القلب أو كل الكلام هو بيحط تفسير طبعا هو قيمة أي مؤتمر علمي كده إن احنا بنروح نتعلم هو عمل بحث فلا إحصائيا 8 صبح هي وقت الجلطة بتيجي في المخ أو في القلب فابتدى يفكر مش هقول لكم التفاصيل طبعا لأنها شديدة جدا مادة اسمها إندوثيلن للطلبة اللي عايزين يعرفها وإزاي بتعلى وإزاي لما توصل 8 صبح تعمل تقفل الشرايين وللمشيراني يتقفل ممكن يتجلط تفاصيل يعني المشاهد بعيد عنها تماما هي تهم قوي من يعمل في مجال الطب 8 صبح بقت سيئة وفصرها قال وعشان نحمي هؤلاء الناس من هذا لازم يقوم وينام ليه المادة اللي بقول لكم عليها دي بتبتدي تطلع لما تنام لما تنام تاعلة 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 الصبح الساعة 8 تبقى أعلى حاجة تعمل المشكلة اللي عملاها طيب هي مثلا في نص الليل حقوم النوم تبقى صفر ترجع تاني صفر ثم تبدأ في الارتفاع تاني من بعد هذا اقسم بالله العظيم سبت المقاعة وسبت المؤتمر وطلعت برة سجت سجت لله قلت سبحان الله الصلاة خير من النوم ربنا ما فرطش صلاة الفجر عشان يعزبنا صلاة الفجر عشان يحميني طب لو كان بلاش المادة دي كان الضغط حيختلش لو المادة دي ما طلعتش وانا نايم الضغط يختلش الضغط يقع يبقى صفر ممكن يحصل فشل في الكلة وظائف الكلة مش شغلش فهو طلع المادة دي لكن بيحميك قالك يبقى قوموا نام اللي بيؤكد هذا عملوا دراسات على السائل اللي حوله المخ مع ضغط الدم في المخ حتة صعبة كده المخ مش متسب كده المخ حوالي سائل زي المية له ضغط والدم في المخ له ضغط فلازم يكون فيه توازن بين ضغط ده وضغط ده النوم بيقل هذا التوازن لكن لو قمت تحمي هذا التوازن الصلاة خير من النوم يعني معنى كده اليابانين كلهم حاجلهم جلطة عشان ما بيصلوش الفجر احنا قلنا كده هل احنا قلنا كده ولا قلنا تحميك من كذا وبعدنا حرد عليك بقى مين اللي قال الكلام ده بعادية الدكتور مجد يعقوب من ديانه اخر قال لازم تقوموا وتناموا مجد يعقوب السير مجد يعقوب البروفيسير مجد يعقوب كان فيه ابحاث معمولة وراها وطلع مع الاعلامية لميس الحديدي وقال الكلمتين دول قال ان لازم تقوم بالليل احنا مش بنقلف يا ابني مش بنقلف احنا بننقل اللي تعلمناه عشان الناس تخلي بال طيب انا ممكن سمعت المؤتمر ده وسمعت النصيحة دي واخليها نفسي واخليها نفسي مش اخلاقنا نعمل كده اخلاق المسلم مش كده لازم تعلم اللي تعلمته صلاة الفجر حماية لنا جميعا نلتقي بعد الفاصل اشتركوا في القناة